برنامج الكتاب الناطق برنامج قدمته عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمار هذا البرنامج يتألف من 163 حلق 163 حلق عدد ساعاته 436 ساعة أو 37 دقيقة أو 57 ثانية أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الأرقام عدد الحلقات 163 حلقة عدد الساعات 436 ساعة و 37 دقيقة و 57 ثانية الحلقة 106 من حلقات برنامج الكتاب الناطق وقتها و 30 دقيقة و 18 ثانية ساعة و 30 دقيقة و 18 ثانية ماذا فعلت قناة آفاق قناة حزب الدعوة و قناته المالكي تحديدا بتأريخ واحد ثمانية 2018 اقتطعوا من هذه الحلقة حلقة 106 التي طولها ساعتان و نصف و 18 ثانية اقتطعوا دقيقة واحدة و 11 ثانية والحلقة قد قدمت قبل ذلك بزمن ليس قريبا من زمان عرضها في نشرة الأخبار في واحد ثمانية 2018 من أنني أقر قد استلمت أموالا من الماسونيين و من الموساد من الإسرائيليين لحرب الإسلام وهذا المقطع تسابق السيستانيون و الشرازيون تسابق على نشره نشر في كل مكان و أنا كنت في مقام رفض هذا الكلام لا أريد أن أعيد ما ذكرته في الحلقة العاشرة من برنامج بصراحة مع عبد الحليم الغزي بإمكانكم أن تدخلوا إلى مواقعنا أن تدخلوا إلى الإنترنت و اكتبوا برنامج بصراحة مع عبد الحليم الغزي إنها الحلقة العاشرة تحدثت فيها عن هذا الموضوع و كشفت فبركته و كشفت و كشفت و كشفت أكاذيبه و هذا ما لم يفعله المالك لو كان التسجيل مفبركا لعقد البرامج و الحلقات لإبطاله مهما كانت الفبركة دقيقة فإن الفبركة إذا ما عرضت للتحقيق و والتمحيص سيظهر بطلانها لكن التسجيل الصوتية أتحدث عن التسجيل الكامل أتحدث عن التسجيل الكامل أما المقاطع الستة التي نشرت قبل نشر التسجيل الكامل فلي بخصوصها كلام ليست دقيقة بتلك الدقة الكاملة الموجودة في التسجيل الكامل حديثي هنا عن التسجيل الكامل التسجيل الكامل من أوله إلى آخره ليس مفبركة كذاب هذا المالك حزب الدعوة كذاب هذا الحزب أسس على الكذب الكذب والإفتراء والفبركة ركيزة من ركائزه الأساسية لأن حزب الدعوة صورة من الأخوان المسلمين إنهم أكذب مجموعة في التاريخ البشري على الأقل بحسب ما أعتقد وأنا لا أعتقد هكذا جزافا برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية يبرهن مدى التحقيق ومتابعة لكذب ودجل هؤلاء هذه المجموعة الأقذر عبر تاريخ البشرية إنهم أتباع حسن البنى وسيد قطب حزب الدعوة صورة ومثال وفرع من فروع هذه المجموعة الناصبية الغادرة تلاحظون أن مراجعنا يفبركون وأن فضائياتنا المرجعية تفبرك وأن أحزابنا الإسلامية تفبرك يفبركون أتمنى عليكم أن تعود إلى الحلقة العاشرة من برنامج بصراحة كي تطلع على أكاذيب حزب الدعوة وأكاذيب المالكي كي تطلع على أكاذيب وافتراءات وفبركة قناة آفاق التي هي قناة حزب الدعوة الإسلامية إنها قناة المالكي أنا لا أحدثكم عن خيال كل الذي طرحته لكم بالأرقام والحقائق والوثائق